اشتركوا في القناة في عصر الدولة العثمانية في مصر كان فيه مملوك عظيم اسمه سليمان بيك الأرماني وكان معروف باسم بارم ذيلو فكان من اهم الامراء الذين زاعة ستهم في مصر في عصر العثمانيين وكان بينتمي للفقرية وتولى الصنجاقية طب طب الأول نعرف ايه الفقرية دي وايه هي الصنجاقية الفقرية دي يا سيدي دي كتأيام الحكم العثماني وكان الجيش منقسم لقسمين الفقرية ودول تبع واحد اسمه ذو الفقار والقاسمية ودول مع اخوه قاسم القرار ودي سياسة كان عاملها سليمان الاول وهي تأسيم الجنود اما بقى الصنجاقية دي رضبة في الجيش وهي بتساوي حاليا رضبة اللواء نرجع بقى لموضوع بارمديلو المهم الراجل بقى اللي بارمديلو ده وصف الجبرتي انه كان وجيها ذو مال وخدم ومماليك وكان يعد من كبار الامراء في عصري ويتولى كشفات الغربية والمنوفية عدة مرات وكان سيادة اللواء بارمديلو له ابن اثمه عثمان وطبعا بعد وفات ابوه اللي هو في الصنجاقية بقى صنجاق والجبرتي قال عن ابنه كان جميلا وجيها حاذقا يحب مطالعة الكتب وانشاد الاشعار وكان فارسا شجاعا وكان له دور في الصراعات العسكرية في ذلك الوقت اشتركوا في القناة